بسم الله الرحمن الرحيم إخواتي وإخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لم يترك هذا الوباء أحد لم يصبه بمشاعر قوية متضاربة أحيانا فهناك من هو غاضب وهناك من هو خائف وهناك من يتقلب بين التفاؤل والتشاؤم وبين الالتزام الصارم يوما والتهور التام يوما آخر وهذا طبيعي وهناك من لا يزال في مرحلة الإنكار لوجود هذا الوباء مع أنهم أصبحوا قلة في ضوء تفشي العدوى مؤخرا وازدياد الأعداد المعركة مستمرة بين الشك واليقين وبين العزيمة والاستكانة وزي ما فيه كثير أمور بترهق الإنسان وبتتعبه وبتطبط عزيمته مقابل ذلك وفي صميم تكويننا إرادة على الحياة والتغلب على الصعاب والتأقلم مع المستجدات وتعاون وتعاضد بيننا جميعا في الشدائد خيارنا الوحيد والأوحد هو المواجهة والالتزام وتاريخنا تاريخ الأردن والأردنيين زاخر بأمثلة مشرفة على ذلك فقد واجهنا خصوما أشداء ولكنهم لم يكونوا أشد جأشا منا بعيد وبكرر معركتنا اليوم هي معركة وعي والتزام بالدرجة الأولى وصلنا لمرحلة الانتشار المجتمعي للعدوى من فيروس كورونا يعني كل واحد مننا اليوم بفترض أنه كل شخص بتعامل معه ممكن يكون مصاب وحتى نقدر نتعايش مع هذا الواقع الجديد وبأقل الأضرار على صحتنا ومصادر رزقنا واقتصادنا لا بد أن نغير بعض من تصرفاتنا وبعض من عاداتنا الاجتماعية لبس الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين باستمرار هاي أبسط الوسائل وأثبتت فعاليتها في الحد من انتشار العدوى وهيك أنت بتحمي نفسك بتحمي عائلتك بتحمي شغلك وكل هذه الأمور المهمة لك وكرر هي معركة وعي لكن نحن اليوم أيضا بحاجة وأكثر من أي وقت مضى إلى تكريس الدولة القوية والمواطن القوي الدولة القوية هي التي تطبق القانون على الجميع وبدون انتقائية أو تعسف تحقيقا للصالح العام صالحنا كلنا والمواطن القوي قوي ليس بتطاوله ومخالفته للقانون والأنظمة والتعليمات لكنه قوي بمستوى وعيه وممارسة حقوقه والالتزام بواجباته تجاه الآخرين وهون من المهم أن نبدأ بأنفسنا نحن الحكومة ووجهت ديوان المحاسبة وأجهزت الرقابة بزيارات مفاجئة للوزارات والمؤسسات الحكومية وخالفنا عدد من مسؤولي وموظفي القطاع العام والمراجعين غير الملتزمين خلال الأسبوع الماضي في ستة وأربعين جهة حكومية مخالفة وتم الاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذه الجهات ورح يستمر العمل بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة أما بالنسبة لقرار إغلاق المساجد والكنائس وإيقاف التعلم الوجاهي وإغلاق صلاة المطاعم والمقاهي بالتأكيد لم يكن قرارا سهلا علينا وندرك صعوبة الأمر للجميع لكن واجبنا يحتم علينا أن نأخذ مثل هذه القرارات الصعبة من أجل الحفاظ على سلامة الجميع لأن جميع الآراء العلمية تؤكد أن أماكن التجمعات تشكل مصدرا رئيسيا لانتشار العدوى وحتى لا نعاقب الملتزم بسبب عدم التزام غيره سنقوم خلال الأسبوع الحالي بوضع معايير وشروط للسلامة والوقاية لفتح المساجد والكنائس وصلاة المطاعم والمقاهي بموجب تعهد من القائمين عليها ورح تقوم فرق الرقابة والتفتيش وكوادر الأمن العام بتنفيذ حملات رقابية مكثفة وكل منشأة يثبت عدم التزامها سيتم إغلاقها فورا ومحاسبة القائمين عليها بموجب أوامر الدفاع وستبقى المنشآت التي لم تحقق الشروط ولم تتعهد بالالتزام مغلقة وهنا نضمن العدالة بين الملتزم وغير الملتزم وأؤكد مجددا معركتنا اليوم معركة وعي ومسؤوليتنا أخلاقية وإنسانية ومجتمعية بالدرجة الأولى ونجاحنا بالتزامنا جميعا هذه الأزمة أثرت على العالم كله وأجبرتنا كلنا على إعادة التفكير بكثير من الأمور والأولويات ومن أهم الدروس التي تعلمناها اليوم هي أهمية الاعتماد على الذات وضرورة استثمار الموارد المحلية ودعم الجهود الوطنية الإبداعية لتحقيق ذلك وقد أثبتت العديد من القطاعات خلال جائحة الكورونا قدرتها على تحقيق المنعة وتجذير بفهوم الاعتماد على الذات والزراعة كانت في مقدمة هذه القطاعات توجيهات سيدنا واضحة ما بزرع الأرض إلا أبناءها بناء عليه بدأنا العمل على عدة برامج ومشاريع هدفها تشغيل شبابنا بالزراعة من خلال أربع توجهات رئيسية الأول زيادة رقعة الأراضي القابلة للزراعة حيث تم تحديد 117 ألف دنم في 10 مناطق مختلفة لمحافظة طمعان والعقبة والمفرق والزرقة والعمل الجاري الآن على إضافة مناطق أخرى توجه الثاني هو تدريب أبناء هذه المناطق ووادي الأردن على الزراعة واستخدام التكنولوجيا فيها والثالث هو تحسين جودة المنتجات الزراعية من خلال إنشاء مركز الأعمال الزراعية وهذا مهم جدا لأنه سيكون بالشراكة مع الجمعيات التعاونية في وادي الأردن والرابع والأخير هو زيادة فرص تسويق منتجات الجمعيات الزراعية وبيعها إلى المستهلكين بشكل مباشر من خلال إنشاء معرض دائم لمنتجات البادية والريف ستكون مساحته حوالي 8000 متر مربع وفي مركز حيوي من العاصمة وهذا متوقع أن يوفر ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة هاي البرامج والمشاريع كلها تشكل خطوة مهمة للنهوض بقطاع الزراعة والعاملين فيه خصوصا في هذه الأوقات واستشهد هنا بحديث رسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها نعم كل مر سيمر وسوف يمر إن شاء الله ولكن ليس بالتمني وإنما بعزيمتنا وصبرنا والتزامنا ووحدتنا جميعا خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته